غمض يلف واقع البلاد وتحدي صعب ينتظر الحكومة الشرعية والتحالف بعد خمس سنوات من الحرب نتيجة انهيار العملة الوطنية ووصولها إلى أدنى مستوياتها منذ عقود العاصفة التي كان من المفترض أن تنتهي سريعا بالقضاء على انقلاب مليشيا الحوثي طال أمدها الأمر الذي انعكس سلبا على حياة ملايين المواطنين الذين يعانون أوضاعا معيشية صعبة وفيما لا يلوح أي أفق لانتهاء الحرب ذهبت العملة الوطنية بعيدا في الانهيار بعد أن وصل سعر الدولار الواحد لنحو 700 ريال في العاصمة المؤقتة عدن ول620 ريال في المناطق الخضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانهيار الذي أصاب العملة الوطنية زاد من حدة التضخم في أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بمقدار الضعف واضعا آلاف الأسر في دائرة الفقر نتيجة عزها عن الإيفاء بمستلزماتها الضرورية وزاد ذلك من تخلي الحكومة الشرعية في عدن والميليشيا في صنعا أنصر في رواتب الموظفين ويذهب مراقبون إلى تحميل ميليشيا الحوثي مسؤولية ما آل إليه وضع العملة الوطنية بعد أن عمدت في وقت سابق إلى إصدار قرار بتعويم العملة الوطنية وترك تحديد سعرها بحسب العرض والطلب الأمر الذي أعطى فرصة للسوق السوداء بالتلاعب بسعر العملة ومنع استقرارها ورغم وعود التحالف العربي بإصدار وديعة تقدر بملياري دولار لمنع انهيار العملة إلا أنها ظلت طريقها إلى البنك وتكرر صداها فقط في تصريحات المسؤولين السعوديين وهو مؤشر عده خبراء اقتصاديون دليلا على عدم جدية التحالف ممثلا بالسعودية والإمارات في إنقاذ الاقتصاد الوطني وأمام هذا كله يرى مراقبون أن العملة الوطنية مرشحة لانهيار أكبر في ظل تجاهل الحكومة الشرعية لما يحدث وأعزو في دول التحالف عن القيام بواجبها لمنع التدهور الأمر الذي قد يهدد بإدخال البلاد في أزمة قد لا تجد طريقها للحل قريبا اشتركوا في القناة